انتشر خبر القاء القبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي هنا في الجزائر بشكل سريع في مواقع التواصل الاجتماعي وتداولت مواقع اخبارية واذاعات تونسية خبر توقيف رجل الاعمال الذي يحاول الظهور على انه بريء مما تعتقدون لنشاهد كيف ذكرت اذاعة شمس خبر القاء القبض عليه القاء القبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقيم في شقة في احدى المدن الجزائرية وكان هذا حسب ما ذكروا موقع الشعب نيوز تابع للاتحاد العام التونسي للشغل وانه اتضمن انه علمت شعب نيوز من مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها في الوقت الراهن انه تم القبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقيم في شقة تقع باحدى المدن الجزائرية القريبة من الحدود التونسية ومنذ ذلك التاريخ يجري التنسيق بين السلطات الجزائرية والتونسية لاتخاذ القرار المناسب في شأنه وانذكروا انه هذا حسب ما اشار له موقع الشعب نيوز تابع لي اتحاد الشغل ومن جهتنا حاولنا الاتصال باكثر من مصدر رسمي لكن ما من مجيب الى حد الله اذا في صهرة السبت الثامن والعشرين اوت ايسات امس مصالح الامن في ولاية تبسة القت القبض على نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس كان يقيم في شقة بحي العرام المتواجد في قلب مدينة تبسة وشقيق نائب برلماني سابق في الجزائر هو من امن له هذه الشقة دخل نبيل القروي الى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية نبيل القروي السياسي الذي يفضل وضع نظارات صغيرة حتى تتضح له الرؤية يبدو انه لم يتخذ الطريق الصحيح وهو ما ادى به الى المتابعة القضائية في كل مرة وعلى ذوء ذلك برشة تونسيين علقوا على توقيفه وهنا رأي سعاد كتبت على الفيسبوك قائلة خان الشعب واحتال على الناس الضعفة وربي يمهل ولا يهمل ويضيف مواطن تونسي اخر تعليقا قال فيه النظيف ما يهربش يا يولدي والعاقبة اللي بعدوه وليد مغيربي له رأي مخالف وكتب حسب الاخبار المتداولة لا يبدو انه تم القبض على نبيل القروي في الجزائر لكن وجب التوضيح ان اقافه تم كمطلوب للقضاء الجزائري وليس التونسي فهو ليس مطلوبا للقضاء التونسي لانه على ذمة قضية جارية لكن في حالة صراح وليس مفتشا عنه ولا محكوما عليه في تونس اليكم ما كتبه متفاعل تونسي اخر مع الخبر هذا رئيس الحزب الثاني في البلاد قضايا بالجملة سجن اكثر من مرة واخيرا يدخل خلصة الى الجزائر هروبا من تورطه من حركة النكبة شفتشكون كان يحكم فيكم من الجزائر علقت سيمة قائلة الجزائر عندها اتفاقيات مع تونس على تسليم الهاربين من العدالة لبعضهما البعض هكذا يكون الجوار على الصح ماشي كما دولة المخزن لتخبيهم قاع واتزيد لهم الدراهم وتدعمهم ونختم بتعليق عليل بن ساعد حيث كتب هرب من الحبس وطاح في بابه هو لا يعلم اننا نبحث عن الفاسدين واحد بواحد حسب المعلومات فان نبيل القروي كان رفقة اربعة افراد منهم شقيقه غازي القروي لنتعرف مشاهدين الكرام على شخصية نبيل القروي المثيرة للجدل اذا هو رجل اعمال وسياسي تونسي ولد في الفاتح اوت من عام الف وتسعمائة وثلاثة وستين وعد احد اللاعبين الرئيسيين في المشهد الاعلامي التونسي ومؤسس قانتي نسمة ترشح الانتخابة الرئاسية في تونس الفين وتسعة عشر التي فز بها قيس سعيد تم القاء القبض عليه قبل الانتخابات وافرج عنه قبل الجولة الثانية ثم اعيد القاء القبض قبل اطلاق سراحه يلاحقه القضاء التونسي منذ عام الفين وسبعة عشر في ملف غسل اموال وتهريب ذرائبي حسب المعلومات فانه من المنتظر تقديم الهارب نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس امام وكيل الجمهورية لدى محكمة اتبسة للنظر في قضيته وبرشة تونسيين ينتظرون عودته الى تونس شاهدين الكرام هذه اخبارنا اليكم وغدا بحول الله امون جديد للقاء